اي افام بيك تايم بيك تايم مع بيا على اي افام احلى غاديو اهلا وسهلا ومحبابيكم اهلا بكم على موجات غاديو اي افام احلى غاديو في بيك تايم جوي محليه احلى جوي بحليه ناس من احلى مفهمة في الصحة الفنية بيش تكمل معنا ايمان الشريف موجودة مطربتنا الكبيرة ايش قولك هاني بش نسلم على سحسن مرة اخرى مرحبا اهلا وسهلا من اوالنا سحسن هاو كونيكور في بيركم بيرا وروي خاوف سحسن وبحضينا الممثل سانح بالدي من سبق لصيفة الممثل اقبل لحقيقة خطر اينا انا عرفتوا ممثل ساعة وممثل كونفيرمي بعد تفاجأت اللي طلع مرشكم ما فهمتش اينا والله العديم ويشكونا ولا في ضوقنا معنا دونك هو من احسن المخرجين اليوم اللي قاعدين يحزدوا في جويز وقاعدين يشرفوا فينا في مهرجانات كبيرة في البرى في المغرب وجايب معه جايزة عزيزة غالية من المغرب جايزة احسن اخراج محمد علي النهدي مرحباك مرحبا بيك اهلا وسهلا مبروك دونك انتي قولتنا معاتش بش نحذر في برامج كلا ما نلقى قدري يخيك بس تروحي بالقدين ايه ايه قال كلمة كشدتني شوي دونك ماذا بيه هي اللي نبدأ بيها اللي قاع معاك انا عجبتني خطر بجيدي عيك تماما ايه انا انتي قلت ما نحبش نحذر في برامج فيها تتيح قدر هاكا هو بصفة عامة كيما كنت تحكي انتي توا بايت بركلة الواحد شعره بالشيب مم لحيته بالشيب اللي حيته شعره مسبوع شعره مسبوع ولحيته بالشيب ما تشلخش فهو مضربئ يا رحمة يديم موك تحبو الرجل اللي سالي بوافر وكذا سالي بوافر وكذا مايكل دوغلاس والدنيا ماكش نبع الجبائي لا لا خاتيني انا ما عاش تحب انتي شيب لين شيب لين شيب لين لا لا ايه موهر 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 دليل شنو مثلا البرامج اللي تو تشوف المشهد الكل إذا عوتال فزا البرامج اللي تقول هذيك ما نحذرلوش فيها ستاتي حقدار مثلا انتي معنا تحب لي نسمي باي عليها ما تسميش انتي بعض المشمشيلو البرنامج لا لا نعرف اما ما نحبش تو تشوف المشهد البرامج اللي لا با دي تو انا فهم برامج تعديد فيهم بحكم انو قال الراجل دي ما فهمه جديد دونك والحق هي العلاقة صعيبة شوية بيا كما تعرف خطر انا نستحق للبرامج بور لا بروسيون ساعات كنخرج مسرحية ولا نخرج فيلم ولا 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 يبدأ عندي انتاج الانتاج مغير بروسيون ما تنجمش تنجح اي اما تحضر البرامج من برنامج فما سيلاح ذو حادين تاج متحضر البرامج اللي عملتوا الكل يتيح في الماء معني هاو صحي اي اكتب المخيسة اوهم اوه اوه المخيسة اوه نوف الورتاني كانت تعندي مع خلاف قاطع مين قطو منتغدش معك دونك أنا نبهت عليه المرة الأولى والمرة الثانية قد وخلينا بلقدر ونرجع لكلمة القدرة اليه مهمة جدا ونحترمه بعضنا عليش كل ما النار تهدى تعاود تشعل عندك انتي دونك قعدت عامين ما نتعديش حتى لي نعم ناول معنا يتصل بايا بيخسرنا الماء وقالي دا لي راني دخلت في رجيستر آخر على الحصة متاع انت عام ناولا دونك ودخلت في رجيستر آخر وانا بدي معاش عيني وانتك حدافت المرة هذي حسيت الرجيستر؟ والمرة هذي يكتعدين؟ لا المرة هذي خايبة برشة خايبة برشة ودايغ نعاوده نضربه عامين ثلاثة أربعة خمسة سنين معاش تعدى معنا بيعلي خايبة برشة خطر خطر مجرد سؤال معناها ما انت اليوم الكرينيكر والمقدم برامج معناها هي لازموا يا أما يشكر بمجرد لنفيتي متاعه وقالك مثلا يسأله سؤال محرج يقول هذي اسمه تاتي حقدر؟ شوف هي سيدي شواء فما فانانيني نجم يقبل قول لك انا ما يقلقنيش اسئل اللي تحبه انا راني نجاوب وانتي دبل رسك وفما فانانين ما تجاوبش وتنجم ما تجاوبش وتنجم ما تجاوبش وتنجم تخرج وعال شوف اذا كنت تدخل في اللعبة من اللول را هو كالكنتخاء وانانين نجم انا باعد عامين مع نوفه او عديد الموسيون برشة واو من مخرج في الهاتف او لحدها كانت انا راني احترب قوة وانانين مع الطعام انتتخل وانانين، سيكون الساعدات والكبار وانا فأبتوا نجم تدخلوا بسيطين وانا شوف اناراني راني ذا دبش نجاوب كيف منحب وتخرج وبنز المرة الآخرى كيف تشكه عملتبا انا تقلت اسأله التي تحب انتي اسأله تحبو انا نجاوب الي تحبو ايلا؟ كي رجعنا بعد عامين مع نوفق وعديت الإميسيون حلوة برشة دوب مخرج في المعزنة عديت الإميسيون وعملت بيوز روو ميان بيوز بوزيتيف فيها كلها قدر واحترام للمجهود وللخدمة وتبارك الله في المعامل خمسة سنة ونحن متعذبين أنا أخر ظهور ليك سمحني بايا حاجة مهمة من الظهور شتنسيها خنكمله مباعد في المرة هذي الحكم داع ربي كي استدعاني وهو ما استدعوني في الحلقة الأولى فكانت ترجعون بثير من الشاشة في الموازنة volunteer ومنهوليو ولندر ولكن عملت دور اعمل على البعض نحن ن تكره لسرع أنه هذا لقدر وسترس فهمتنا ونحن نتحدث على المهات والإعادة والنجاحات نحن نتحدث على الإميسيون par les عامين نتحدث على فهروسات ليس عن هذا العمل بيتخارج ومسلسل جايين. انا با قوله طان بش نحكيه عليهم خاطر قاعدت نحكي انا ومريم بن مامي نحط فيها في بلاستها خاطر انا نرا انها اللي تجاوزت حدودها وما عنديش الكاليتي اه اه والكفاءة بش تقيم ولا بش تحكي. بلغة اه انا نتكلم باسم الناس رون نجم ونمشي والاثنية خايبة برشة. وندخلوا حتى في جزيات شخصية اللي ما تعنيش واللي فيها قلة احترام وقلة تربية. ايه رون شخصية ما تدخلش هي ما هي ما جبتش. لا هي نحكي لك على كان مش ندخلوه خاطر نجم يقول لك لا ذيكا مش راية اما رو العبيد يقولو فيه هاوك عليش انا حابيت نقولوه سيغانتين. حتى العبيد اللي حاجاتي تقولوه العبيد البرا ما نجموش فما حاجات انتو كان. ما نجموش ونقولوهم سيغانتين نرى. اي باي انت علي ما جاوبتش بك هاوه دالي. علش ما انت استفزك الكلام وتقلقت منه. مثلا انك يجيني واحد يقولي الناس تقول برشا يجيوني في حوارات يقولوا لي باي النس تقول عليك مستفزة. ناس يقولوا عليك هاكا. ما تنجاوب بكل بساطة وكو. علي انتي تغششت برشا. على خاطر استنست بالرقي في العوام الأخرى. وليت نسافر برشا ونعم ديز ننترفيو البرشا. معنا برشا البرا في مهرجانات في المغرب في سينمات في القهرة في لجونا في الاخيري. ونرى القيمة والقدر اللي يعملوها للفنان ويعملوه للينا. خلينا نحكي انا الشخصي. انا في سؤالة هيا انتي عملت التمثيل والاخراج وعملت وان مانشو وعملت الدرشنوة وعملت الدرشنوة تقول فيهم ببساطة وطيحت لهم الكوطة متاعهم وقدرهم. في بلدان اخرى قولوا لي كيفاش نجمت في العمر هذا تعمل اخر اخراج وتمثيل وانتاج في التلفز واخراج وتمثيل وانتاج في المسرح واخراج وتمثيل وانتاج في السينما. ايه اما هي قتلك معنات هذو برشا ما نشحوش هي قالت. معنا انتي عملت هكا وهكا وفهم حاجات ما نشحتش. هكا تقول لعبات. لا سباب غي خاطر كلهم نشح. نحب بقول حاجة. بعد الفاصل بشتقول لكم ايمان حاجة مهمة باشا. بش نعطي سبابة عليش سأل هكا. ايه. وباش نسأل سيحسن بن عثمان لانه شارك في برامج اللي فيها اثارة وفيها استفزازة وكنت حاضر معناها في البرامج هذي يوم اول مرة ريتك متغشش على الاعلام معناها اول مرة ريتك منفعل على خاطر فما فما معناتها اعلاميين ربما لانو بلغ ما يسمى بالعربية الفصيحة القديمة تايح. يعني بلغة سيلوا الربا. ياشر يعني الفاضاء بالتفاهة هذه اغتصنا الناس كل يا لطيف. ما انت معنا ما لغتصت سيحسن. باي راجعين بعد الفاصل. يعني على يمينك. راجعين بعد الفاصل يسمع. انتم تسمعوا في بيك تايم مع بيا على ايا فام احلى غاديو. مرة اخرى رحب بكم الناس الكل اهلا وسهلا ومرحب بكم على اغاديو ايا فام احلى اغاديو ضيوفنا محمد علي الناديا وقدامه جائزة مزيزة في الاخراج سورتيم مع الدكور. الكنش انا مبروك عليك. وبعد هنا نجمتنا المحبوبة ايمان الشريف واسيذنا سيحسن بن عثمان كرونيكون ما كرونيكيش. مزين ما تخلش في الموضوع بالجداء. يسخل كرونيكون يسخل. دونك احنا وين وقفنا? احنا انا جيت مانيشو كلا حد شيء. احنا جيت محبة ونزو سادة. محليك. محليك. بش تسندني وتقف معايا. يا كو عادي. يا عاركة عادي. يا بصراحة. انا بحديك انا بس. محليك. موني انا نبروفيتي من 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 نجاح متاعكم. وخدرك نيجح بشا في جودي توتا. يا ولدي انتي اكثر خصوصيا. تيجينا جودي توتايح علينا ناس كل بالليسو. يا بابا. غلى الخبز غلى. والله العظيم. مكرا هون اخاك. مكرا هون اخاك. اه بكرا انا مكرا. على شنو مكرا. مكرا انا اعملش نايا. مكرا. انا انا احب ذول انا احب نجوم ايا. انا عندي علاقة بالموضوع. لكن شو نعمل هذي خبز تياه. اما موتيك راو موتيك. 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 قبيلا من عنده حاجة خطيرة قد نحب نقوله حاجة مهمة. حاجة خطيرة ومهمة نفسر بها نعود تفرجت مرتي في البساج مريو ما صحبتي ونحبها ودالي صديقي وخوي وكل شيء. دونك دي ما كنحب نغذر للحاجة اللي صارت نحب نكون عادلة لحقيقة. هكا ولي. ولا ذاك علي تفرجت اكثر من مرة. دونك نحب نقول السبب الوحيد اللي هو زوز هما. اللي خليوا التشنج يصير. السبب الولاني هو مش وقته مش يتسقل سوئي لكيكا. مش وقته عليش خطر هو فرحان بالجيزة متاعه. وجي مثل تونس. انا خطر عشت كيفو شهر. شهرين التالي عشت كيكا ومثلت بلادي وجبت تخوفي من غادي في عيد العرش ومثل تونس وكل شاي. مش مش مشكلة ليه فلا توفرح بيه والجيزة ذيكا 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 راني تونس مش هو خطر هو مثل بلادو درابو هاديكا. دونك عبارة كيمة عروسة هي معرسة تاوة. وانتي تعش تقول لها سنة. سامحني باي خانكام. انتي تقول لها انتي عبارة عروسة عروسة جاية تطوري فيك في خاتمها واذهب. وانتي تقول لها كيف تخلي المعون مخسلتوش. مش لازم معنا دار العروس يشوفوا ليها مش حافقة يسر ماريم في الدار ولا ولت عندك النجم معلومة تخلي لها وقت اخر ولا تعدي ذيكا. انا نقول مش وقته معنا خلي فرحان خلي شيخ خلي عامل جاو. نعرف ماريم اللي هي تلقائي برشا وو ذيكا هاو ما انت اللي عندها تقوله معنا حكيتوش بعد ما التصوير انتي وياها بالكل. وين بعد بعد ما كملتو التصوير. اه بعد الميشون هربت. انا ما حكيتش معاه. لا هربت. نعرف شو نقول رو هربت. هما قالوا كو بي ما انا فتت لامشيون تلافت ما قيتاش. انتي جو كنت نيوي تقولها مثلا. كالي كان قولتو اولا انو بالذات انعقب حتى على كلمكم انتوما انو مش وقتو. لاي سي بيخ كو سا غالط. الكلام اللي قالتو غالط. لقد كون هي كخونيكوز و لازم هتعملها كتا. ايمان ايمان خلينا نكمل. ايمان خلينا نكمل. غول مش غول بالعاني مش بالعاني. خلينا نكمل. الكلام اللي قالتو غالط. حتى كان في وقتو. كما قالت ايمان بتاتر مش وقتو. الكلام هذي كانت واحد فرحان و جاي. تتعكي على الجهزة كيفاش مثل تونس كيفاش دربو تونس كيفاش قالو. قالو لتونيزي قبل. راب. وبعد قالو محمداني النادي. اما البروبليم سي كو غالط. حتى كان قلطو في وقتو ومش في انا غالط. انا عملت ادوار بطولة ضربت وقاعدت تراسخة في الدراما التونسية وقتل هي مزالت متعرش. ما معنى كلمة كاميرا. ما معنى كلمة سيلانس. موتور. ستورن. اكسيون. ما تعرفوش. انا عامل. اتجي هي تقول وانا كنت تتصورك أذكا منها كاكا برشا للأسف جانت المين هولا اي بي هي قالت رايي هذيكش نجمو قولو راي وفي الحكاية السيفينية ودجا نحنا طوى نحكينا برشا عليها ما نجمش زيدا نكملو نحكيو ما غير ما نحكيو على أيام قرتاجر سيم أيها اليوم والتاب يروج والدنيا سيحسن انت قديمك قعد تفرج قديمك ايمان الشريف اللي مثلت في فيلم مهم زيدا اللي ومكانت لها مشاركة مهم قولو وستدعوها وستضفوها في مهرجين الجونة معناتها وما أدرك وقود دائمك معناها ممثل كما قالك هو ما انت تاريخه في التمثيل زيته وشنحكيوها قداش من عمل شارك في محندا للنادي من أفلام وسلسلات سيد كومات غيرهم واليوم هو من يعتبر من أهم المخرجين في تونس بما أنه يحصل في الجوائز الكبيرة هذو ما من اليوم في أيام قدرسني مع ايمر مرهوش مرهوش مرهوهم شوما على تاب يروج لا لا نصمح نقص على كلامكم بالعسل أنا اختيار مني لأوه وانا سيدك مرهوش مرهوش أفلامه أفلامه اللي تتوج البرة يا سيحسن بالتأكيد يا أخي ما وانا احنا قلناها أنه وانا اوفيسيال مو ميخذل تانيت دور معنى في الدورة معنى ما عنديش حتى عامين ومكش مستدعي أنا ما رجل رسمي عنده اختياراته الرسمية يعني هم أمورهم مقاييسهم مثل ما تعنيهم أنا ما يهمنيش فيه إنما للأسف أنا حبيت نحيي الأستاذ فايسل بالتيورة الضائد أنا سيد بالسعودية بصراحة أنا الشيء مكن الوحيدة اللي يعني للأسف يعني ضيعته في الأيام هذه مش شفتو شي هو حضور السعودية في هذه الدورة لأن السعودية يعني رغي السعودية رغي معناها السعودية هي محور يعني جوهري في العملية الثقافية والذهنية العربية الإسلامية وكانت عنده علاقة يعني معقدة بالصورة وأحيانا تحريمي الآن تدخل يعني لهذا العالم الجديد ونحن نرحب بذلك ترحيباً شديداً وكاننا فما تبادل تحايا بين تونس والسعودية حولها تونس كانت ضيفة شرف في معرض القتار معندي شهرين وشهر وهو جدت السعودية معرفة شرف في واحد باي ما يهمش نحن هل ما نتوقفوش برشا عن الشكليات باي أنا نحب العفريك في الدورة هذي طيب هود يعني بالنسبة لي أسماني العمل الثقافي الرسمي بكل أصعدتي بالنسبة لي أفلسة مثلما أفلسة الدولة التونسية اللي نشوف فيها ولذلك لا بد من مراجعة مراجعات جذرية لهذه المواضيع مش معقول ظلت دي بعد موصلة عمر هده يعني هالمهرجية عمره توواش و50 عام ودورة الثلاثة والثلاثين وهو كان جاد بمشروع معين المشروع ذاك هو فا بطبيعته سينيما جنوب ما عادش الآن نثبته أيضاً يعني كيفاً يعني تونس ثلاث خان eerste fitting تونس اللي كانت رايد في العملت هذا التقافي في القرى الإثريقي وفي المحيطام águaبي ويأسيا كيف يجدد عدوا الها ميت أصبح المهرجانات ضايferة امام المهرجان الآخر Пril Rojo ملا فوضى يا أبي ملا فوضى حصله للا 1080p لقد ربما لطيفة القفسي كنا ريته تدوين متاع حاذا داكي كيف حابت التدوين ولا لا 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 ما سادعوهيش مع انت لطيفة القفسي والحاية الاستاذة السنية شامخي ما عرفاها ناخدة جيدة ويعني عندها كريان اما يعني ما اسمع اكرهات المؤثر رسمية المؤثر رسمية هذا كان تخدم كينا ككايا وتوا يكفينا توش به عمالة لبرالية في السوق ولبرالية في حياتنا ذنكة وشدين للثقافة يعني بهذا الكناكر الفاسدة والصديد في الأجهزة باي طو بش نحكيه على فين الفاتوم الساعة خلينا طو اجاب حذينا ويلوم ما نحكيهوش على الانتاج نحكيه على الكل شيء اللي الانتاج بالعكس انا اليوم جزتا ما انت بحذيه بش نحكيه وحتى السؤال نسألته الاستاذ على شنو على رأيه في الدورة ايه كنت حب ان تسألني نسألني نجاوبك ماذا؟ ولا تحب ندخلوا ديك اما باختصار خطر نحب نحكيه على انتاجك طو اي باي باي با اختصار هو حتى هما يعني خطر انا نجاوب نحكي اتيتك بروفسيوني لون منع جنرال ونجاوب نحكي زادا في نفس الوقت بصفة خاصة خطر عندي انتاج وانتاج جديد ولما يقع اختياره في المسابقة رسمية الي هو فيلم معز انا حب نحكي ملول بصفة عامة سي أنتو تعرفو حب نحكي بصفة عامة صفة عامة كما قال الاستاذ فقد بريقه ايام كرتاجر السينمائية على جميع الاصعيدة يعني حتى على مستوى الفاشن زعمة وتابيرو جدو رشنو كلك ابوت حتى في هذك كلك ابوت حتى هذك ما قدي نشره يعني الفون قيمة الافلام النقاشات الحوارات الضيوف البوالوغ دي سينما ارابي افريكا مش مانقولش العالمي خطر اون بو افورد دي قاستوسي من العالم رملي هو عربي افريقي ولكن اون بو افورد دي قاست زادا من في تونس الافلام اخيب اخيب سيليكشون صارت في تاريخ ايام كرتاجر السينمائية هي السناء فما افلام عندي اصدقاء نقادرها فايسل طوابق اللي جاب عذاك البرح ما بعضنا معناها احمد شوقي تحيالي النقد المصري الكبير عندي دي زاميب بختو في كلها خمسة سنين اذو ما من المارجان المارجان يقولولي عمرنا مارينة معناها هذا رايهم في الدولة الحال نيفو النيفو منتاع الافلام اللي اخترت متاع السناء منتاع السناء هما قالولي كذا رايهم هما قالولي قالولي عمرنا فما افلام لا ترتقي دماج الى سينما اماتور موجودة في المساعدة هذي روي انا ما شفتش علي انو ممشيتش اي 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 هما هذي اللي قالولي نقاد بالحق راون اخيلك معنا انا احمد شوقي احمد شوقي احمد شوقي اي 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 احمد شوقي راونيقد وفي كان وفي منات معناها قالوا عمري مريد معناها نيفو بيال في اسف وكأنو وكأنو توصل تشق توصل تشق انها لسيلكشيون افت حاجة معينة طارش معناها كيبدا عندك فيلم عندك حصان انتي جراي وفما برشة حسونية يجري وكيفو شو دا عمل اللي يجري فالنيفو متاعو ما نحطهمش نحط حسونية باش الاحصانة ذاك اللي هو متوسط يظهر امامهم يجري واحد يجري واحد يجري واحد ليه توصل انك تشق بالدرجة هذية معناها يعني على جميع الاصعيدة المثال اللي عملوا المشهدية اللي فيها تعبر خدر عايشها هو تعبر على الواقع تعبر على الواقع هو مخرج معناها حاجة توجع وهو مثال بليغ جدا وينطبقها الحال تمام الانتباق المتهم الاول شكون حسب رأيكم كما في اللفل الصيافي المتهم الاول كما في الكرة راولان تخنر سونيا شيمخي هي المسؤولة الاولى على الدورة هذي بعض عندها والدورة اللي سبقت تفضل انا ثورة التونسية اللي توقعت نهار 14 جاء في 2011 شش جلت تنة لكن عبرنا ما اسمعناها جلت تنة راهوا يعني مشروع بناء الحداثة ودولة الاستخلال في تونس انتهاء وصل الى منتهاء على مستويات عديدة الثقافي والتعليم والاقتصادي وكذا علشنا نتخبطوا نحن الان عشرة سين واكثر توا الان ومزارة الثقافة كما قلنا ما قلنا ما عندهاش ما مش عارفة ونماشية باكري كانت عارفة ونماشية كي يعملوا نشاط من هذا القبيل ويدفوا عليه فلوس معناها عارفين شنو النتاجة اللي حبي حقها والعوائد المادية والرمزية وغيرها وغيرها نحن الان نعملوا نملاو في الفراغ نملاو في البامة بتاعنا يعني هذيه مش معقول راول يتم في دونس جرائم تلتكب يوميا باسم الثقافة والجهات الرسمية الريهاية الرسمية هذيه كارثة حابنا سألكم شكون ايه 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 حاسة بيك فاهمتك حتك يشوفوا هكا شرائم اللي عملته سونيا الشامخي سناء جاريمة انا كان عندي شوية جهد اخر بخلاف بخلاف الجهد اللي عندي اللي مخليه العيلتي والامي المريضة وولادي اللي يقراوا في فرنسا وخدمتك كان جاء عندي طرف جهد اخر نمشي نشكي بها نقدم قضية نقدم قضية في المستوى اولا وانو بالذات كما قد اكملول على الشكل العام اللي يسلوا ايام قرطاجة السينمائية ونقدم قضية اللي يظلمها لمحمد علي النهدي اللي عنده فيه المحترم عنده خمسة سنين يخدم عليه وعنده اسمع 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 القوة متاع القهر في بلادك اللي تتقهر عندهم الحق ياخذوا ثلاثة افلام في المسابقة الرسمية تونسية اخذوا ثلاثة يعني عندهم بلاسة فارغة المهم انت لي فارغة وما حطونيش انكروابل انا نحب نقول حاجة وكي تسألوهم شو يقولك مثلا فما سؤال وفما جواب ما يجاوبكش لانو المدير الفني في نفس الوقت تبدل لانو كان برايم الطايف قبل بالشهر تبدل هو يقول استقلت وهو ما يقوله اطردناها موضوع اخر اذاك افهمت المدير الفني الاخر قالي والله يفهمة اللجنة يشكوني اللجنة والله ما نعرف يودي اعطيني عندي الحق اليوم للمعلومة انا حاب نعرف شكل اللجنة هاي طعو نقولولك التوا ما قالولي شكوني اللي يختار الافلاب انا نحب نقول حاجة انا معناها مش نحكي توا كممثلة بكري ممثلة ممتازة بكري حكيتش بالكل في الموضوع كمطربة حاجة نيفو ياسر طاح في الحكاية متاع لسار الدليجي وكل نيفو ياسر متاع نقاش طاح نفسه في السينيما تورى في طاح وكما بكري وقت اللي نحكيو في الكواليس مع البرودكتر التونسي والبرودكتر السعودي كيشفوني كفش نحكيو كل على تونس وعلى دورة بوشوشة وعلى عالم السينيما قاعدين هكا يغزروا لي معنطا كيفش انا نحكي انا نحكي على بلادي خاطر فما ناس انتي اليوم بيانسور يتقهر بيانسور ماري بن ميمي هو نصور خوها ويحبه نعمل لها هكا كيفش انتي انا نجري ونجيه شو يعملها هكا يعنفها نعطيها راس نعطيها راس هوش قاعد يعيش والمخرج شنو قاعد يعيش والممثل شنو قاعد يعيش وفوما برشا ظلم وفوما برشا قهر اهنين نزم كل واحدة وبين بيانسي حسن بيانسي نكمل انا معلومتي نحب نوصلها اليوم عليش وقت اللي نحبو ناخدو قرار نقدمو الكل وازدرنا هكاية معنطها وافقين من رويحنا ووقت اللي تصير غلطة الناس الكل نيش بدورو احنا منحب حتى حادي يتحمس اولا انا نحب نقول يا اما فيك وعندك مرحبا بيك وتفضل واخدم ما فيكش خوية سامحنا فما ناس حب تخدم طوى على القريب طوى ايام قرتاج الموسيقية كيف كيف طوى اكيد برشا ضوف بشي جيوا للبلاتو بشي قولوا نفس الكلام طوى ايام قرتاج الموسيقية دونك فما راي سمعتوا من برشا فنانين وبرشا مثقفين يقولوا لابد من حجب هال المعرجانات الكبيرة هذي اللي تتكلف انا انا مثلا قلت لكلام هذي وقالوا لي كيفاش تقول انا انا راي تتحجب بهالمعرجانات هذيه عمين ثلاث حتى اللي نفضوا مشاكلنا نفضوا امورنا وكل المبالغ الخيالية اللي تتفعل المعرجانات نعاونوا بها فيهم اربعين صحافي انا انا عندها عامين اربعين صحافي طلعوا في بوس وطلعتهم سيدي بوسعيد نوري فيهم في سيدي بوسعيد ونخلصينا في القهوي وعباد يحبوا يخذوا قهوة ما فاميش محكي عن المعرجانات هذي مهرجان هذي مهرجان هما تبعين المهرجانات وانا استدعيتهم مان بخيفي على كل حال اشوف حجب المهرجانات فكرة ولا مش فكرة عقلية احتفالية او عقلية عبتون شرب الاحتفال والبهجة وكذا كذا حبوا الاحتفالات والبهجة هي تتكلف غاليا وتقهر فنانين ومبدعين انا ما عندي مشكلة مع المعرجان الكرتاج ومعرجان السينما والمسرح والغناء ما عنديش اما عندي مشكلة في المزارة الثقافة كيفاش تمنع معارض الكتاب الدولي في تونس للدولة هذية وتمنع ايضا معارض الوطني الكتاب زوز معارض يعني هؤلاء يحبوا يبهموا الدنيا يحبوا ينشروا البهامة البهامة لدى الشعب التونسي يعني كأنه فما ايرادة يعني عليا رسمية حقيقية مدجة بالقرارات لتبهيم الشعب التونسي هاي هاو المثقفين ساكتين قاعدين نسكتين بربي نسكتين 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 نحكيو شوي على فيلم فاتوم الفيلم القصير بطولة محامد علي النادي نتفرج فيه الفيلم بتاك تقول تصور الفين وثين وعشرين يعني فما برشة حاجة السكر ادرشنو الحليب مخميش ادرشنوه هذا الكل ما انت توا مع انت سابق سابق وقته سابق وقته كانت عددت اربع خمسة سنين ورجع الكل يقولوا ما زال يغني على القديم دونك انت كيف نعرش هناك شنو اللي يجي لبالك وقتا انت قلت بشي جي نهار بشي تقطع علينا الماء والحليب والسكر وهذا موضوع لازم يتترح هو كتبت الفيلم عندي اربع سنين وصورته عندي ثلاثة سنين خرج الفيلم وعاش نفس التجربة السيئة في ايام قرطاج السينمائية مختاروش في المسابقة الرسمية وقت اللي اختاروه في مهرجانات اهم من ايام قرطاج السينمائية نقول له ونتحمل المسئولية مشال السينماد اللي هو اكبر مهرجان متوسطي وتحصل على تنويه لجنة التحكيم ومشال مهرجان القاهرة الدولي القاهرة هو دولي مش كما تونس ايام قرطاج السينمائية هو عربي افريقي القاهرة هو دولي معنى تلقى روحك في المسابقة الرسمية مع افليم امريكان انجليز فرنسيز مع افليم دولي عمالقة معنى فهمت واحد الضجة في القاهرة والعديد من المهرجانات الاخرى كانت تفمى اشارات للموضوع نرجعك على شك انت سؤالك الصحيح تقول لي اخي انت تنبأت انه خطر المشهد الاول في العتار يقول له اعطي المراهة يقول لها لا فهم لا مية لا سكر لا زيت ويقول له اعطيني كارتة يقول له حتى كارتة ما فهماش يعني كانت منذ سنوات تفمى اشارات تبعث انه باش نعيش و باش يجيونا للمومان هادوما الخايبين الي بالحق تونس ولينا معنى فرق سكر ومعاتش فهم حليب طوى والزبدة مقطوعية انسى دوسويت دونك انا قلت سيك تنمان جاية حطيتها في السيكنسة ذيك الولانية وحكيت على الحرقة قبل حبت المسلسل اللي ما يتعمل الحرقة خاطر كما قلت كتبت الفيلم 2018 والحرقة زادة دسيكنس دسيكنس في الحرقة زادة معنى تفمى دسيكنس صارت في الحرقة في فيلم صاروا حب في الحقيقة سيك انا صورتها بطريقة حقيقية لانه خاطر الفيلم شكلاً لاتفل صغيرة ذيك اللي ميت وشنوه في الحرقة وكأنه فمولدات هو الفيلم شكلاً ومضموناً فيه مغامرة كبيرة على مستوى المضمون الحكاية كمعنى فيها تنبأ ليش بش يصير وحكاية مقتبسة من حكاية وقعية حكاية تنبان تخسرت نفس الحكاية وعلى مستوى الشكل كنت المجم يكون قاتل زيدي الفنين الحساس ايه بيتبيع ديسمبول ويادقات الابويزي وصور البلان شكل مهم جداً اللي عمل الفيلم متكون من ثلاثة مشاهدة طويلة فقط يعني تروى بلانسيكنس واذا صعبة خاصة في المشهد الحرقة فشقف تسعة دقائق طول المشهد فشقف بدون انقطاع ومش قاعدين اكا وفهم حركية وفهم عاركة بشتير وفهمش كونشي جبت سلاح وانا افريكان وجبدنا جبت على الغاسيزم وصي موضوع الراسيزم اللي طوت حير اربع سنين تاني انا كتبت عليها وحكيت عليها فيش خف كيفاش التوانسة موضوع اليوم اسكتون سي راسيست ولاي انا حكيت عليه من الاربع سنين تاني خدت تورسي للأسف الشديد راسيست فهمت ورينها فيش كيما 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 ناس كل في كل بلدنا العالم اي نعرف انا المليكش بلاد ما فيش لغاسيزم لا لا اما لا احنا كنا مخبينها درجات ولا مخبينها ومش مستعرفين بها ولكن كي حطوها قدامنا فقنا بروحنا اللي احنا اوني غاسيست اوسي دونك الفيلم اه 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 اجابتنا لسؤالك قبيدمون تنبأنا كانت فهمة اشارات تقول لنا انو بشي جيو اعوام وجيو اصعب من اللي كانو معناها اه الفين واثنين وعشرين اصعب منه الفين وسبعتاش والفين وستاش وممكن الفين وثلاثة وعشرين كذلك بشي يكون صعيب زيدا معناها فهمة مؤشرات تدخول عشايا داك ممشان عليك كي ما قاعدت اي نمشيو المعز تواعد ممشيو المعز شمشيو للفيلم اللي يحسد في برشة برشة الجواز ويلعب توا في برشة دول سحسن ورينا زيدا دالي في فرانس 24 يحكي على الفيلم شمشيو المعز تواعد بشي نقشو في حاجة ما شافوهاش انا نحب نفهم حاجة اه اما بوجلا بش نجعل جي سي سي في كلمتين انا نحب نعرف مثلا وقت اللي شافوا معز اللجنة الاختيار شنوه مثلا قالوا على اسببب هذين مش بشي يشارك مما عندم هادة سبب هم مما عندم هادة سبب وما يعطيوكش لا ما يعطيوش وما عندم هادة سبب خاطر الار Fall member معناه من حبش قولين عملت حسن وفيلم في العالم ولا أحسن فيلم في تونس لا انا عملت فيلم باية توكوخ معناه الناس اللي شايدو الفيلم الكل من جمهور عادي من مختصين من الأعلامييين هم مقارن فيلم باية ما كنت فمته بايشب تونسي في الفيلم أنتي شفتل ساعة معز ولا بالتعليق على محمد علي التعليق على محمد علي بعد الفصل الفصل انتم تسمعوا في بيك تايم مع بيا على ايفام احلى غاديو اي سحسن تعليق كان له ثلاث ساعة بالمستمعين الكل بحذية محمد علي النادي ايمان شريفو سحسن بنعوث مين عندك تعليق سحسن والله اللي قالوا ده ليه مهم جدا يعني مهم يصيروا يعني مقلبوا الجراح ينكؤ الجراح يعني المشكلة وين في المارجنة هذية هذية المشكلة يا سيدي ما ونحن قلنا مارجنة هذية تابعو ذلك الثقافة الرسمية ولكن هي في الحقيقة يعني تمول رسميا ويتصرر فيها بطريقة خاص يعني كانا ملك السيد الوارد ما فماش لحس وطني عشبتني برابي عود هنا برابي عشبتني يتصر يمول يعني هو يعني هي المولو رسمية تشرف عليها يعني تصرف عليها جهة رسمية والتصرف هو محل ذاتي يعني كأنهم يعني كأنه اللي دولي المهرجان استقطعوهم استقطعوا يعني استقطعتو كهذا الرزق تصرفيه كما تريد وما يرى وغلط لي ماشي قلت لك ماشي في هفهوف في هفهوف وربي يستربعنا يعني مالي نفذوله يعني مالي ناوم بخير بخير ساحسنة ساحسنة انت عندك فكرة تفرش فيه في المعز في المعز في المتاعي لله في الم تاحي لازم لازم تفرش فيه انا هو انا راو يا سمعني تعمل يوم بتكلم شكل مبعضكم مش مبعضكم قادم يعني داليو كده كده يعني المفروض يعني ما ننسقو يعني في هذا مستدعك هنا استدعني انا تفرشت لو لني هو شاب من الاجرام والمبيقات وهذا كل يلقى روحه فجأة بين لانية وضوحها متورد في عمليات ارهابية لذلك انت تعتبر الفمناس تحصل جي تلعب تحصل تتلقى روحهم ورطة في عمليات ارهابية وهو ممكن هذي تصير صارت هو السيناريوات متاع الشباب للأسف الشديد اللي مش في ليلة انوضحها ولكن سويتة دي سيخ كنستانس القاورواحهم في ثنية خايبة هذتهم الى الارهاب اللي هي ثنية خايبة برشة لا فم حتى لي كانوا في ثنية باية يعني هو السيناريوات متاع شباب كما قلت لك اللي مشاوا وضحيت الناس هذوما الاشرار كما نقولوا رينيهم جوا من برشة جوية ومن طبقات اجتماعية مختلفة ريني اولاد ناس لباس عليها بلدي ومثقفين ومثقفين يرينا طبا يرينا ابناء ويرينا من احب الفقراء اما الكلهم يسون فراجيل سي جون اللي يقع استقطابهم من طيارات هذية الكلهم يسون فراجيل كالكباغ هاوك عليش هوما الاشرار انا نسميهم يستغلوا اكل الضعف متاحهم والسنسيبليتي متاحهم ويزوهم الاثنية اللي تحولوا ببعض فترة زمنية تكاد تكون قصيرة جدا في بعض الاحيان الى ديبان باغو تغدمان يعني هوليهم فجروا رواحهم وقاموا بعمليات ارهابية بالنسبة للمعز معز هو ينتمي الى الشاب كما فما الاف الشبان في تونس والتحوما عربي يعمل في العملية نهار منهارات تسرق ستوش ستوش في فرد تورد في العملية هذيكة اللقاء روحوا في مركز شرطة في المركز شرطة جابوا له شدوا ليلتها واحد اخوين جي ربطوهم مع بعضهم الاخوين جي عندو شكون في المركز هربوا هربوا زوز بالمنوت بعد قتل عاون اخر لقاء روحوا هارب من الحاكم معاش كون مع الاخوين جي دونك اللي تي اوبلي جي بش يمشي معاهم نص بتاعي ومتاع سليم بن اسماعي سليم بن اسماعي محمدا السيناريو محمدا اللي نادي سليم بن اسماعي وكرم ماج هو اللي قام بداوه مثل من دور البطورة الدور البطورة هو الشيب مش معروف ملحوم اخذيته شعبية سيف المناعي ان وجه له التحية بتبعه والدور الثاني الأكرم ماج والعديد من الممثلين اخرين اللي ان وجه لهم بتبعه تحية تحية محمدا اللي مدين الى الى الشابي منصف العجنجي المين النادي المين النادي برشا برشا انت اختارت ما اكرم ماج خطر اللهجة شوية الناجة متكلم بفرنسا ويا شوية انا ما اختارفني حقوقي حقوقي ايه وكل واحد في الدنيا دي يلزموا يخو حقه انا اكتر حاجة اتغيت اني حط على روحي اني نحس روحي مان اخوش حقي ولا ما الاكرم ماج الاختراح كان من عند ساوسن جومني لانو ساوسن جومني هي المساعدة الاولى متاعي و ساوسن جومني خدمت معايا في كل افلامي لكل حدا ساوسن ماج اكتر حط في كل اعمالي وقت الكاستنج الحقام. مد ربي انا اخترت ممات اخر دوره داكا جي كي عمل تست انا جيت باستيس فيه ااخي ساوسن اقترحت علي اكرم وانا اكرم نعافه ساوسن جومي اخترتك في كل تاخدم معاك في اعمالها خدمت في افلامة كل انا خديتها في هفتري ورخص ونا نخذتك في حطا عمل وحتى في خدمت كنتي انا وانتي ما خذتلك حطا عمل انا اللي بعثتها انا اللي بعثتها. اه. 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 حابيت نقول اللي افلامي وقتلي هند بوجمعة مخرجة الفيلم نورة تحلم. انتي كتبته مع هند. لا لا انا ما كتبتش. انا كتبت مع هند كتبنا فيلم اخر. اه. حاجة اخرى اه. اه. هند بوجمعة قتلي وقت تفرقتها لمساعدة. قتلي رو قالوا لي رو فما مساعدة تخدمها محمد علي النادي بايا. اه نتفكر وقتها سمعنا. يا اخي انا هزيت التليفون وكلمت هند وقتل اخوذها وفي ذمتي انا وكلمت سوسن. وحصلوا كنت واسطة خيط. اشوف اه. ولكن هي نرجع لسؤالك الظمني. اه. خطر ريتو. سؤالك مش سمعتو. اه. ريتو. اه. سؤالك. ملا بايا. اعمرها ما عيتتلي في حتى اعمال. اعمرها ما عيتتلك في حتى اعمال. اه. اه. دونك اه عندك لوم لليها. اخي لوم كم لها بركة معيك. تجم تلومها. تجم تلومها. اللي ستتويلة. اللي ستتويلة ميج موفو الحمدولة يا ربي نشم يدي نشبع. فنيا نرى. اي اي اي. مش. شوفنا للمين نهدي زده. فالفيلم. رئيس الرجمع. اي اي اي. اي الا امير. الا امير. الا الارهابيين. وكان مش للمين نهدي. شكون كنت اختار مثلا. كما اخترتش كما الامي. في الدور هذاك وفي القيمة الفنية. بتاع الممثل اللي كنت انصوره ينجم يقوم بالدور هذاك. وم شبارشة كنت ان نرى كامل تواتي كن يعملوا اسقاط على الواقعة مثلا. اعم. المين النادي يمثلanki شخصيه اللي راهاتها طريقة اختيارك يعني يعني اسقاط الواقع ما انتا بش تاخو لمين النادي تقول انا لمين بش يمثل دور فولين اه 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 طو في العمر هذا خاطر زادا خاطر ستخيز امبغطان ما كتعرف خاطر لمين في عمر اخر كان ينجم معناه يتخمص ويكون برشا شخصيات لا 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 انت ما ديزي ما ما فهمتش ما فهمتش كي قلت لك اسقاط الواقع ما انت لمين النادي شخصيات شكون هو يمثل فيها في الفيلم ايه اي Jazza in the film النادي شخصيات مش هالشخصيات ايه في الفيلم اي بيشو نحك عالف فيلم لا خاطق اللي في الواقع لي في الواقع ليلي لا اسقاط الواقع عبالي تاي عني اذا كان في الواقع عشكون دارا بارش في الفيلم اي في الفيلم دارا بارش في الفيلم اي فهمتش كي فكي كان كما قولت انت خاطر عن كالك سوقت الفيلم ديو المانيق جنرال يقول او اي فوق اللي العبادة تخم فيه توبا ما انا قلت حاجات في الفيلم واذاك اللي انا غذني برشة دي ما نقول راو رئيس الفرقة دي ما نلوم كان على السونية الشامخي ما نلوم على حتى حد وان اليوم في خمسين سنة وشعري شي بقى للرجل ولي تواضح اللي يحترم خدمتي رب يشري بخلتك معها يا محمد اللي دقيقة حد شيء اللي يحترمنا شوف يحبها ساحسان لا 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 ورا لا 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 انا مازيش انا مازيش عاء الله او انا كمل الجملة يذينا انا اليوم كان الراجل شعري بشير ااا واضح وقديم الناس هوبش نقولها سوروتان ومع بيه ومعكم انتوما وما انذره فقط اعذره اولا ما العاش حاجة في التشبه لدينا انا اليوم اللي يقدرني ويقدر السورته خدمتي وما جهودي انقدروا ونحترمو اللي ما يقدرنيش وما يقدرش خدمتي راني ما نحترموش ده لي مكش تقول في حاجة معانيها اكسبسوني نقول في النورمال لا لا فما ناس تتقبل الواقي هو يحكي بحاجة عادية احنا زدا احنا زدا هاO انترو بارة فما الي ظحيم ازا القاعد يظحيها لا انا معاديش ماي sneaking بشا نقول خاطر ما قلتش الكلام حرام وحدي عم جهود والرعبت استهمين فما افلام بيا منيش نقايم فيها خاطر فما افلام بسيطة في غرفة بركة ولكن ممتازة جدا ولكن المجهود اللي تقوم بيه في كل غرفة هذيك مش كما مجهود تقوم بيه في فيلم تاريخي مثلا في ديكو ديكور و ديكو سيب انا الفيلم خمسة سنين حضر بي الروخص بركة يا باية الروخص بركة نتحدى اي انسان ينجم يتحصل على الروخصة دي وشوف سلاح بالحق اي جيد جيد سلاح بالحق اي جيد انا خرش نبكي راو باية تفرج خرش نبكي الكوستوم من عند وزارة الداخلية والتعامل مع وزارة الداخلية وصور زيادة في وزارة الداخلية صور مشاهد ومشاهد مع وزارة الداخلية اعادة العملية الارهابية اللي صارت في باردو في نفس المكان في المتحفة باردو بالسلاح بالحق معلها الرخص اللي خذيتها ومش خذيتها عامين واحنا نجيلوه راو بعد تجي انت تبدأ قاعد تتفرج هك اللي غاية في نفسي يعقوب معلها ما تحترمش راو وانا راو مش علي انا خدك يقول مجهود راو مش دالي النادي راو راو اللي كيبتاعي فيها اكثر من مئة شخص راو مجهود حبيتهم يقعوا سورسين وانا عبادة صفق عليهم وانا بيدي من عملهم هكا وقول لهم برك الله وفيكم مجددك الصحة مبروك 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 انا فرشت في الفيلم ونحب نقول حاجة انا بكيت وحسيت نفسي ما نش قدام مخرج عادي حسيت مسلسل اف مرحبا خزانة فيلم تاريخي وانا شاجعة شكرا شود راو جيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر